نختم فقرتنا مشاهدين الأخيرة مع جامعة الشارقة وتحديدا كليتي الحوسبة المعلوماتية وإدارة الأعمال التي اختتمت فعاليات المنتدى الدولي السادس لابتكار وريادة الأعمال الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتضمن الختام إعلان الفائزين بجائزة غرفة الشارقة للمبدعين تفاصيل أكثر حول هذا الحدث نتعرف عليها من ضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور محمد لطيفة أستاذ مساعد بكلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة حياك الله دكتور نوصل اليوم في برنامج أماسي الله يخلي قواكم الله في هذه المنتديات بالتأكيد يعني جامعة الشارقة حريصة بالتأكيد على هذه التميز بالتأكيد والريادة كذلك في أغلب المجالات تتحدث اليوم دكتور عن هذا المنتدى بالتأكيد له أهمية وأهداف يعني يريد تحقيقها من خلالها أكيد أول شيء بداية أحب أشكركم على استضافتكم ودعمكم المتواصل لجميع برامج الجامعة والإنشيتيف لناخذها في خدمة المجتمع والتواصل مع الفئات المجتمعية المختلفة بداية المنتدى طبعا هذه دورته السادسة التي تعقد في هذا العام وجاءت متزامنة مع احتفالات الدولة بالخمسينية السابقة وفي نفس الوقت أعطت مجال لتصور الخمسينية القادمة فكانت متوائما مع التطلعات الاستراتيجية للخطة الخمسينية القادمة ولذلك كانت ركائز المنتدى أو الهدف من المنتدى هو إعطاء الشباب والجيل الواعد من الشباب فرصة للتدرب وتجربة الأفكار البناءة واستخدام أطر معتمدة باستخدام التفكير التصميمي ونماذج الابتكار وريات الأعمال وتجربتها مع لجان مختلفة من المتخصصين وتقييم هذه التجربة وإعطاهم إثراءهم بالنصيحة والتوجيه حتى يتمكنوا من نقل أفكارهم من فقط مجرد فكرة إلى فعلا منتج ملموس على أرض الواقع إلى واقع بالتأكيد دكتور حدث كذلك هذا المنتدى احتوى بالتأكيد على عديد من المحاور والمواضيع التي يركز عليها مثل ما ذكرت هو بداية لدعم والتميز بالنسبة للمبدعين الذين التحقوا بهذا المنتدى جميل أكيد بالواقع أنه هذه السنة كانت مميزة من حيث النوع والكم حيث لا يكاد يخلو أي مجال من المجالات العلمية والطبية والهندسية إلى آخره إلا وتم تقديم مشروع فيه وبالنسبة لنا كنا سعيدين جدا وفخورين أكثر بهذا الجيل والطموح والشغف اللي كان عند عدد كبير من الطلاب حيث على سبيل المثال زي ما تفضلت أنه لا يكاد يكون أي مجال إلا وتم ذكره فمثلا كان في عنا مشاريع تم تقديمها وخصوصا في ظل تصور الطلاب لحاجة المنطقة وحاجة البلد وحاجة الشارقة فكان عندنا مثلا بعض المشاريع تطلعت أو درست أو قدمت حلول لمشاكل بيئية لحلول الطاقة المتجددة لتحليل النفايات تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة الشمسية هذا مثلا في مجال البيئة والاستدامة في المجال الطبي كان عندنا أبحاث اتجهت إلى كيفية مثلا تعرف على كوفيد 19 أو فيروس كوفيد المتطور من خلال دراسة أو تقديم نموذج مبنية على الذكاء الاصطناعي بحيث أنه يتوقع وجود الفيروس من عدم من خلال صور مقطعية مع العلم أنه الموضوع بخصوص المتعلق بتعلم الآلة وذكاء الاصطناعي معقد جدا ولكن زي ما قلت لك توقعنا أو رؤيتنا لهذا الطموح الكبير من الطلاب كان بالنسبة لنا مفخرة ومفخرة للجامعة والطلاب والأهليهم والمدارسهم فأنا أهنيهم بكل يعني تبشرنا إن شاء الله بطاقة أبداعية شبابية إن شاء الله تخدم الوطن بالتأكيد أكيد أكيد والهدف أنه تقديم هذا الجيل بحيث أنه يكون ليس فقط قادر على نقل أفكار مثلا مجرد فكرة إلى واقع أو استشراك المستقبل بل على العكس كان المستوى الطموح الذي تم تقديم من خلال الطلاب كان يبشرنا أنه هؤلاء الجيل قادرين على صياغة مستقبلهم مش فقط التوائم معه والتوائم مع احتياجات سوق العمل جميل جدا أتحدث كذلك دكتور يعني في ختم فعاليات المنتدى تم إعلام بالتأكيد أسماء الفائزين أتحدث كذلك عن هذه الجائزة وماهيتها والفئات بالتأكيد اللي ركزت عليها خلال هذا المنتدى مثل ما أنت ذكرت يعني كان هناك مشاركين أقوياء ومبدعين بالتأكيد في هذه بالتأكيد قمتم بخلوكم مثل ما قولنا تحتارون كذلك في هذه المشاركات بالضبط في هذا العام تحديدا وبالرغم من كل الظروف اللي يمر فيها الطلاب والعالم أجمع كان زي ما قلت طموح الطلاب كان على قدر التحديات وأكثر تم التقدم عادة في الجائزة من بدايتها ونحن الآن في الدورة السادسة كان التركيز على مشاريع عملية على تقديم حلول تطبيقية الهدف كان دمج الطلاب في هذه التجربة أو نسميها experiential knowledge أنهم يدخلوا ويجربوا بإيديهم ويشوفوا مدى استطاعتهم بتحويل الفكرة إلى واقع ملموس أو منتج على أرض الواقع وخصوصا في ظل احتياجات منطقة معينة أو دولة معينة أو مؤسسة معينة اللي لاحظنا في هذا الوقت أنه زي ما قلت لك كان في عندنا مجموعة كبيرة من المشاريع ولذلك تم الاستعانة بعدد لهذه اللي أول مرة بيوصل عدد المحكمين إلى أكثر من ثمانين يمكن محكم وكانوا موزعين على مجموعة كبيرة من المشاريع طبعا الآن في مراحل مختلفة لتقييم مشاريع بداية من قبولها بعدين تنقيحها ومن ثم أخذهم إلى عدد من ورشات العمل والتقييم والتدريب على التفكير التصميمي وأطر الابتكار والرياضة للأعمال ومن بعد بعد أن تم حصرهم مثلا بمرحلة نهائية تم قسم المجموعة أو الجائزة إلى فئتين الفئة الأولى التي تركز على المشاريع العملية التطبيقية والفئة الثانية وبناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي ومجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة من اتخاذ البحث العلمي كوسيلة حياله وهو وسيلة للتميز كما هي منارة الشارقة في الجامعة كان في عنا توجه إلى إضافة محور آخر وهو محور البحث العلمي لمأسسة عملية دراسة الأحوال والظواهر حولنا على أسس علمية سليمة ورصينة ولذلك كان لابد من أن نبدأ من الجيل حتى في المدارس صحيح فعادة البحث العلمي قد يكون مقتصر على الجامعات ولكن في هذا العام تقدم لنا عدد أكثر من 82 مشروع بحثي وأحد المشاريع البحثية كان مقدم من مدرسة ففعلا كان شيء جميل جدا ويلب الطموح بل على العكس يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر من حيث تطوير هذا المنتدى وأخذه إن شاء الله إلى مستوى آخر قد يكون إقليمي قد يكون دولي لأنه في هذا السنة ما تلن تم إضافة عدد ثلاث جامعات كما أذكر تم دعوتهم من الخارج وإن شاء الله في المستقبل سيتم فتح للجميع جميل جدا مثلما ذكرت كذلك دكتور من خلال هذا الرقم الكبير الذي وصلته إليه يدل كذلك أن هذا المنتدى حدث في صدى كبير بالنسبة للمشاركين كذلك في هذا المنتدى ما أهمية مثل هذا الإقبال الكبير بالنسبة للمنتدى بالتأكيد هذا الدعم وكذلك اهتمام من قبلها ويعطيكم كذلك مثلما ذكرت مسؤولية ومهمة كبيرة كذلك تقع على عاتقكم في البحث عن الشيء الذي يقدم بالتأكيد إمارة الشارقة وفق الدعم الذي يقدمه بالتأكيد صاحب اسمه حاكم الشارقة بالتأكيد للدعم والريادة والتميز كذلك هنا في إمارة الشارقة شيء أكيد نحن الآن كل المبادرات التي تم اتخاذها من جامعة الشارقة أو من أي مؤسسات حكومية هي تابعة للنهج الحكومي واتخاذ استراتيجية لابتكار كوسيلة حياة ولنا مثلا ما شاء الله في قادة هذه الدولة الرول مودل أو القدوة والعظة في تصرفاتهم ومشاريعهم ولنا في مسبار الأمل ما شاء الله وتحقيق المستحيل من أهم الأشياء الدفع اللازمة للشباب بينهم ما في شيء مستحيل هو مجرد ما كان عند الطالب فكرة أو أي من المبدعين الشباب عندنا عدد كبير من الحاضنات الإبداع بداية من هذا المنتدى ومن ثم مثلا شراع ومن ثم الدائرة الاقتصادية ومن ثم الغرفة التجارية التي أوجه لهم التحية زملائنا سعادة عبدالله العويس ومحمد الأمين والبقية جميعا بدون ذكر أسماء هي الهدف أن دائما دور الجامعة ليس فقط تعليمي ولكن أيضا هو التواصل مع المجتمع المحلي وخدمة هذا المجتمع بالتوجيه والاستشارات وإن شاء الله دعم عدد كبير من هذه الإنيشياتيفز أو المبادرات إن شاء الله تحدث كذلك دكتوري عن تقريبا أن يعتبر هذا المنتدى كذلك منصة مثالية لدعم الريادة بالتأكيد والدعم كذلك التميز والإبداع كذلك في المجال مثلما ذكا ريادة الأعمال نتحدث كذلك عن أغلب الجهات بالتأكيد التي تواصلت معكم وأطر الاهتمام والتعاون بالتأكيد ومثلما تعاون كذلك مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتأكيد هذا التعاون يعكس كذلك انسجام بالتأكيد وتحقق اتجاهات كذلك تخدم بالتأكيد دور الإمارة وتميزها بالتأكيد في مجال ريادة الأعمال صحية صحية كما أسلفت موضوع وجود أي جامعة في أي مجتمع هي نسيج لا ينفك هي مش فقط مجرد دائرة أكاديمية ولكن هي دورها استشراق الحاجة السوق حاجة البلد وتوجيه هذا النشأ الجديد بحيث أنه يطلع على الأشياء التي يحتاجها سوق العمل وإعطائهم المهارات والقدرات من حيث أنه يقدروا يتكيفوا مع حاجات السوق ويلبوا الغرض المطلوب ولذلك مثلا كمبادرة المنتدى ومن قبلها مبادرات أخرى تم إطلاقها من تحت قباب جامعة الشارقة فمثلا مشروع بالإمارات بالعلوم نفكر من مؤسس الإمارات كان بداية تم إدراجهم من خلال زملائنا في جامعة الشارقة والآن ما شاء الله علي مؤتمر دولي الآن اللي نحن جالسين نتكلم فيه أنه هذه الأمور نحن دائما ننسجم مع التوجهات الاستراتيجية فهي شيء مهم بالنسبة لنا أنه نتواصل مع مختلف المؤسسات المجتمعية عدد كبير مش بس أنا أتكلم عن كلتي أنا أتكلم عن جميع الكليات الموجودة في جامعة الشارقة هناك علاقة وطيدة جدا بين المجتمع الحلي وبين الجامعة صحيح هذا اللي يعني الدكتوري يؤكد بالتأكيد التمييز والريادة هنا في إمارة الشارقة بالتأكيد يعني نشكر الدكتور محمد محمود لطيفة أستاذ مساعد بكلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة نواتنا اليوم في برنامج أماسخي والله قواكم إن شاء الله في المتديات القادمة إن شاء الله الله يخلق تسلم إذن مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الأمسية نتمنى لكم التوفيق أينما كنتم دمتم بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية